أعلنت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى خلال الساعات الأخيرة اتصالات بالوسطاء في الدوحة والقاهرة حول أفكار تداولتها الحركة بهدف التوصل لاتفاق جديد يضع حدا للعدوان الإسرائيلي وأشار البيان إلى أن هنية تواصل أيضا مع مسؤولين أتراك بشأن آخر التطورات في غزة الكرة الآن في ملعب إسرائيل بعد رد حماس وردها هو ما سيحدد مسار المفاوضات في المقابل قال الموساد في بيان صادر عن مرتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنيهون إن تل أبيب ستدرس رد حماس والرد على المقترح في وقت لاحق في غضون ذلك قالت القناة الثانية الإسرائيلية إن الخطوط العريضة للصفقة تم صياغتها قبل سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فلادلفيا في رفاح وحتى لو أفقت حماس فمن المتوقع أن يكون هناك خلاف أساسي حول استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في المحور ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه قوله إن المفاوضات ستستغرق وقتا طويلا كما تصدر البند الثامن من مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن ملفات وسائل الإعلام الإسرائيلية باعتباره نقطة خلافية بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة المقترحة وهو ذات البند الذي تحفظت عليه حماس وهي تصعى في تلك المرحلة إلى الحديث عن عدد السجناء الذين سيتم إطلاق صراحهم وترفض مطالب إسرائيلية على رأسها نزع السلاح بغزة وفق المصادر ذاتها أما الفلسطينيون في غزة فينتظرون حصاد المفاوضات في ظل مماطلة إسرائيلية وإسرار من نتنياهو وحلفائه اليمينيين على مواصلة المجازر والإبادة بحق القطاع وأهله وهم الذين يعيشون تحت القصف والدمار والحصار والتجويع المفروض عليهم منذ بدء العدوان وكان بايدن قد أعلن في نهاية مايو الماضي عن تقديم إسرائيل مقترحاً جديداً لاتفاق من ثلاث مراحل يشملوا تبادلاً للأسرى بأول مرحلتين وإدامة وقف إطلاق النار بالمرحلة الثانية وإعادة إعمار غزة بالمرحلة الثالثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر